أخرج من المطبخ، رائحتك أزاجتني، هيا توقفي عن هذا يا بقدونس، إن لم تعجبك رائحتي فأنت أخرجي، أنا هنا لأن الناس يحبونني كف عن هذا الهراء، من سيحبك وأنت بهذه الرائحة المزعجة؟ إنهم يحبونني لفوائد العظيمة، وبالنسبة لرائحتي فهي تصبح أخف بعد أن أتعرض للحرارة آها، تصبح أخف إذن، ولكن لم تقل لي ما هي فوائدك؟ أنا يا بقدونس أقلل من مستوى كوليسترول الضار في الجسم، وأحافظ على استقرار السكر في الدم وأقوي جهاز المناعة، وأستخدم كعلاج للزكام والبحة في الصوت والسعال المهيج وأمنع من حدوث السكتات القلبية والدماغية أوه، هذا رائع، يا إلهي أنا لا أصدق كل هذا ليس هذا وحسب يا بقدونس، أنا أيضا مكافح جيد للالتهابات، وأساعد في فقدان الوزن، ولدي خصائص مضادة للأكسدة، كما أنني أقوي العظام وأمنع التهاب المفاصل واو، أنت حقا رائع، ولك فوائد عظيمة، تجعلنا نتغاذ عن رائحتك المزعجة صدقيني يا بقدونس، رائحتي ليست مزعجة كثيرا، وهناك الكثير من الناس يأكلوني نينيا مع الطعام ويضيفونني إلى السلطات، ويستمتعوا بطعمي آها، هذا رائع يا بصل، بما أننا أصبحنا الآن أصدقاء، أرجوك أخبرني أسرارك ما هو سرك المخفي همم، أنت ذكية يا بقدونس، هذا صحيح، أنا لدي سر خطير، سأخبرك به، لكن أرجوك لا تخبري به أحدان إن الإفراط من تناولي يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغازات والانتفاخ والإسهال، وتهيج العيون، ويؤثر على عملية تخثر الدم والأشخاص الذين يعانوا من حساسية مني سيشعرون بأعراض مزعجة عند تناولي، مثل الحكة والتورم والأحمرار آه، يا إلهي، كل هذا، وتطلب مني أن لا أخبر أحدا، سأخبر الجميع ليكونوا على حذر لا أرجوك توقفي لا تفعلي هذا قرنبيت، أنا غاضب منك جدا، لماذا صبغت نفسك باللون الأخضر؟ هل أنت تقلدني؟ هاهاها، ما خطبك يا بقدونس، فأنا لست القرنبيت، أنا اسمي بروكلي، وهذا هو لوني الحقيقي، ويبدو أنك لا تعرفني لا لا، أنا لا أعرفك، لونك جميل مثل لوني، عرفني عن نفسك، وماذا تفعل هنا معي في المطبخ؟ أنا البروكلي، يحبونني الناس كثيرا، لأنني أعطيهم الكثير من الفوائد، وأنا هنا معك في المطبخ ليتبخونني، ويتمتعون بطعامي اللذيذ، ويحصلون على فوائدي كفاك غرورا يا بروكلي، فوائد ويحبونني، وكلام لا جدوى منه، أنا الذي يحبونه، وأنا الذي أفيدهم لا لا، ليس غرورا، وإنما ثقة، فأنا يا بقدونس أساعد على انخفاض خطر الإصابة بالسرطانات، خاصة سرطان الرئى والكولون، وتقليل مستويات الكوليسترول وضغط الدم، وأعزز عملية فقدان الوزن، وأحافظ على صحة العذام، وأنا أحتوي على المضادات الأكسد القوية، التي تساهم في انحفاظ على صحة الجلد، وأكافح علامات التقدم بالسن والتجاعد يا للروعة، أنا لا أصدق ما أسمع، تعال تعال، أريد أن أتناولك لأحسن على كل هذه الفوائد توقف توقف، دعني أكمل لك، أنا أيضا أساعد على الوقاية من الالتهابات، وأعزز عمل الجهاز المناعي، كما أنني أساعد على تسهيل عملية الهضم، وأمنع من الإصابة بالإمساك، وذلك لأنني أحتوي على نسبة عالية من الألياف، وأساعد في الحفاظ على صحة الجلد، والشكل رائع وتصوم هنا، نعم أم، أنت حقا رائعا يا بروكلي، ويحق لك أن تغتر، فأنت علاج طبيعي لكل الأمراض نعم، أرأيت، قلت لك لست مغرور بل واثق حيّة، هيّة عليّ أن أذهب إلى اللقاء هيا هنا توقّف انظر إلي , لماذا أنت ترتجف يا بروكلي، هل هناك ما تخفيه عني؟ يا بقدونس هناك سر خطير وأخاف أن أخبرك به فتدفعك الغيرة لأن تفضح أمري هيا أخبرني لا داعي للقلق إن الإفراط في تناولي يسبب تهيج الأمعاء وتشكل الغازات كما أنني أساعد على تجلط الدم لدى الأشخاص الذين يأخذون مميعات دم إذا تناولوني بكثرة وليس لي دمب في هذا إلا مع كثرة فيتامين كي بداخلي هو السبب بالإضافة إلى أنني أؤثر سلبا على مرضى الغدة الدرقية الذين يعانون من حساسية تجاهي يا إلهي كم أنك مخادة وتقول لي فوائد وفوائد وتستر أضرارك لكن لا بأس أنا سأفضح أمرك لا لا أرجوك لا تفعل هذا